بيبدأ الفيلم بوصول بادي للقاعدة الجوية الهولندية ووقتها القائد بيقوله كويس جداً إنك وصلت دلوقتي وبعدها القائد بيعرفوا إنهم بيفقدوا التحكم في الأجهزة بتاعتهم كل يوم الساعة 3 مساءً ووقتها بيشوف بادي الساعة واللي بتكون 2.55 دقيقة وبعدها بيشغل بادي واللي هو أشهر هاكر في البلد اللابتوب بتاعه ولما الساعة بتبقى 3 بالزبط أجهزة القاعدة الجوية كلها بتفصل إلا بادي اللي بيقدر يتتبع مكان الهاكر وبعدها بيعرفهم إنه في مكان اسمه اسبان سي فبتروح فرقة التدخل السريع مع بادي للمكان اللي هو حدده ولما بيقتحموه بيكتشفوا إن اللي هكرت أجهزتهم هي بنت صغيرة عندها 16 سنة وهنا بيطلب منهم بادي إنهم يسيبوا معاها لوحدهم فبيخرجوا من المكان وبيعرفها إن اسمه بادي بانشوت والبنت اللي اسمها ميل ما بتبقاش مصدقة إن اللي قاعد قدامها ده هو أشهر هاكر في البلد ولما بيسألها عن السبب إيه اللي بيخليها تهكر أجهزة القاعدة الجوية فبتقوله إن صوت الطيارات بيزعجها وبعدها بيتفقوا إنها تعرفوا بتعمل كده إزاي مقابل إنه يقول لها إزاي قدر يتعقب مكانها ويوصلها وبعد عشر سنين بنشوف ميل وهي واقفة قدام أوتوبيس نقل جماعي في شركة راترو ميكس ووقتها بتسمع ليندا المديرة التنفيذية للمشروع وهي بتشرح للمستثمرين إن الأتوبيس الذاتي التشغيل بيقدر إنه يعرف من بصمة وش كل واحد بيركب الأتوبيس كل حاجة عنه وده هيخلي الركاب والمستثمرين إنهم يحسوا بالأمان لإن المستثمر هيضمن إن الراكب يدفع الرسوم والراكب هيحس بالأمان بإن ما فيش معاه مجرمين في الأتوبيس وبعدها بتطلع ميل الأتوبيس وبتعرف ليندا المديرة إن مهمتها هي فحص برنامج تشغيل الأتوبيس وبرنامج ماسح بصمات الوش قبل اعتماد تصنيع واستخدام الأتوبيس في دول أوروبا وبعدها بتفحص ميل البرنامج وفي نفس الوقت بتكلم واحدة صاحبتها فيديو كول وبيتكلموا عن المعاد الغرامي اللي عند ميل بالليل وصاحبتها بتطلب منها إنها ما تروحش لشقة تومس في أول معاد بينهم لكن ميل بتقول لها إنه طباخ وهيدبخ لها بنفسه وما فيش أي خوف منه وهنا بتكتشف ميل وجود اختراق للبرنامج ونقل المعلومات الركاب لخادم تاني فبتحط شفرة بتمنع نقل البيانات وبتعطل الأجهزة اللي البيانات بتتنقل ليها وفي اللحظة دي الأجهزة اللي بتستقبل البيانات كلها بتتعطل وفي نفس اليوم بالليل بتروح ميل للمطعم بتاع تومس بعد مواعيد الشغل فبيستقبلها في المطعم وبعد لحظات بيوصل الأكل الصيني اللي تومس طلبه فبتتفاجئ ميل إنه طالب أكل جاهز مش طبخ الأكل زي ما قالها فبتسيبه وتمشي ولما بترجع البيت بتلعب رياضة وبعدها هيا واتنين هاكر إصحابها بيخترقوا كومبيوتر شركة كبيرة وبيعرفوا إن صاحب الشركة بيستورد نفايات ذرية وبيرميها في النهر فبيخترقوا اللابتوب اللي موجود في بيته وبيقدروا إنه هما يعرفوا رقم الفيزة بتاعته وبيحولوا كل الفلوس اللي فيها للجمعيات الخيرية وبعدها بتصحى ميل من النوم على صوت الإنذار فبتعرف إن في حد بيحاول يدخل بيتها فبتستخب منهم وفعلا بيدخلوا البيت وبيدوروا عليها فبتخرجوا من البيت وبتقدر تهرب منهم لحد ما بيفقدوا أثرها ووقتها بيتصلوا بزعيمهم روجر وبيعرفوا إنها قدرت تهرب منهم فبيطلب منهم إنهم يلقوها بأي طريقة وبعدها بتروح ميل لمركز الشرطة ووقتها الظابط دارس بيعرفها إن على حسب الكلام اللي هي قالت هولو فاللي اقتحى مشاقتها كان معاهم صورة ليها وده معناه إن الموضوع كان متخطط لي وما كانتش سرق عادية وبيسألها عن أعداءها فما بتردش عليه وهنا بيطلب منها تستناه وبيخرج من المكتب ووقتها بتشوف اللي اتنين اللي كانوا بيتردوها دخلوا الاسم فبتهرب وبعدها بتروح لتوماس اللي بيقول لها إنه كان خارج وهنا بيتضرب عليهم نار فبيهربوا من المطعم وبعد كده بتكسر تليفونها وبترميه وبعدها بيروحوا الكافيه وهناك بتتفاجئ ميل إن فيه فيديو ليها بيتعرض على التلفزيون وهي بتقتل واحد والمزيعة بتقول إنها مجرمة ومطلوب القبض عليها فبياخدها تومس وبيروحوا المطعم تاني مهجور وهناك بتكلم صحابها وبتعرفوا من الفيديو مزيف وبتطلب منهم يحاولوا يخترقوه فبيعرفوها إن الموضوع صعب جدا وبيقولوا لها إن مفيش غير بادي اللي هيقدر يساعدها لكنها بترفض تكلمه وبعدها بتقول لهم إن أكيد اللي كانوا بيتردوها هم نفس الأشخاص اللي فبريكوا الفيديو وهم برضو نفس الناس اللي كانوا زرعين برنامج اختراق البيانات اللي في برنامج الأوتوبيسات ذاتية التشغيل وده لإنها حطت شفرة منعتهم بيها من اختراق البرنامج اللي بيحول ليهم بيانات الركاب وبعدها الزاب الدارس بيراجع الكاميرات اللي في الشوارع لكنه ما بيقدرش يلاقيها فبيروح هو والمساعدة بتاعته يشوفوا جثة الضحية اللي قتلته ميل فبيعرفوا من أوراقه إنه هاكر وبعد كده بيروحوا يستجويبوا ليندا وبيعرفوها إن شركتها هي آخر مكان ميل كانت بتشتغل فيه فبتقولهم إنها ما تعرفش عنها حاجة وفي نفس الوقت بيجي اتصال لتوماس من واحد وبيقوله إنه اسمه روجر وبيطلب منه يوصله بميل ولما بتكلمه بيعرفها إنه عايز منها الشفرة اللي ترجع برنامج اختراق بيانات الركاب يشتغل وإلا هتفضل مجرمة في نظر القانون وهتتحبس فبترفض وبتكسر تليفون توماس وبعدها بيهربوا من المطعم وبعد كده بتقوله إن الوحيد اللي ممكن يساعدها هو هاكر اسمه بادي لكن المشكلة إنها بلغت عنه الانتربول زمان وبعد كده الظابط داريس بيقدر يعرف إن الراجل اللي تقتل هو متشرد وليس جل إجرامي وإنه مؤخرا حد طلع له هوية جديدة وإديه له البدلة اللي تقتل وهو لبسها وده بيخلي داريس يشك إن ميل ممكن ما تكونش هي اللي قتلته لكن المساعدة بتاعته بتقنعه إن الفيديو سليم 100% وما فيش شك إن هي اللي قتلت المتشرد أما ميل وطوماس فبيروحوا للمكان اللي هيقابلوا فيه بادي واللي بيكون أرض زراعية في مكان مهجور ولما طوماس بيسألها إذا كانت متأكدة إن بادي هيجي بتقوله إن واحد من الهكر إصحابها تواصل معاه وهو لحد دلمكان والوقت اللي هيتقابلوا فيه وبعدها بتعرف طوماس إن هي وبادي كانوا بيهكروا حسابات المجرمين البنكية وبيرجعوا الفلوس لضحاياهم لكنها اكتشفت إن بادي بيستغلها وبيحط الفلوس في حسابه هو وعشان كده بلغت عنه الإنتر بول وبعد لحظات بيوصل بادي وبياخدهم معاه في عربيته ووقتها توماس بيشوف اللابتوب المتوصل بعربيته فبيسأله عليه فبيوري له بادي الفيديو بتعميل وبيسألها أنت دايقتي مين علشان يلف أقولك فيديو زي ده فبتحكيله على كل اللي حصل والمكالمة اللي جات لها من روجر وبعد كده بادي بياخدهم معاه للمخزن اللي هو عايش فيه واللي البوابة بتاعته بتتفتح ببصمة عينيه وهناك بيكون فيه عدد كبير جدا من أجهزة الكمبيوتر ووقتها ميل بتوري له موقع الشركة وبرنامج الاختراق اللي اكتشفته في النظام فبيطلب منها تحضر له قهوة وتسيبه قدام الجهاز وبعدها بينادي عليها وبيقول لها أنه عرف أن الشركة اللي ورا عملية الاختراق هي شركة برماجة اسمها شياومانج وبتشتغل مع شركة روترامكس من أربع سنين وبيعرفها أن الشركة دي متخصصة في برامج التعرف على الوجوه وبعدها بيوريها أجهزة الكمبيوتر فبتعرف منها أن الهاكر اللي اخترقوا برنامج روترامكس هم نفسهم شركة شياومانج المصنعين للبرنامج وهنا بادي بيقول لها أن بشفرة الاختراق اللي حطتها على البرنامج اللي اخترق بيانات ركاب الأوتوبيسات ذاتية التشغيل قضت على شركة شياومانج الصينية الدولية كلها واللي ليها مصالح وشغل مع شركات دولية كتير على مستوى العالم وبيعرفها أن الشركة من خلال مسح وجوه عملائها بتقدر تعرف كل حاجة عنهم وتختارق بياناتهم وحساباتهم المصرفية وبعدها بتنقن كل البيانات دي للحكومة الصينية وبيقول لها أن لو العالم عارف النصين بتجمع بيانات عن الغرب باستخدام البرنامج ده هتحصل حربة عالمية تالتة محدش هيقدر يوقفها وعشان كده فابريكلها الفيديو ده لأنها وقت ما تحاول تعرف العالم الحقيقة مفيش حد هيصدق هاكر متهمة بجريمة قتل وبعدها بتتصل ميل بالضابط داريس وبتقوله أن الفيديو تفبرك ليها من شركة شياو مانج لأنها اكتشفت أنهم واجهة للحكومة الصينية اللي بيحولوا لها بيانات كل العمل بتاعهم في أوروبا وبتفهموا أن فيه واحد اسمه روجر بيبتزها علشان تفق شفرة برنامج الاختراق اللي شلت كل تعملات شركتهم بس داريس بيطلب منها أنها تسلم نفسها وبعد كده هيحقق في الكلام اللي هي بتقوله فبتنهي الاتصال وبتقول اللي معاها أن ما فيش فايدة من داريس وبعدها بتكسر التليفون وفي الوقت اللي ما بتقدرش مساعدة داريس تتتبع مكلمتها واحد من رجالة روجر اللي بيرائب تليفون داريس بيعرف روجر أن المكلمة كانت في نطاق 30 كيلو من أنتيروب في بلجيكا وبعدها بتفتكر ميل أن وشها تعمل عليه مسحة إلكتروني لما دخلت الأوتوبيس وبتقول لبادي لو قدرت أثبت أنهم خدوا بصمة وشي لما دخلت الأوتوبيس هقدر أثبت أن فيديو القتل متفابرك وبعدها بتقوله أنها ترجع لروتردام علشان تختارك كاميرا الأوتوبيس اللي خد بصمة وشها بس توماس بيحاول يقنعها أنها ما تروحش الروتردام وبيقول لها أنها لو رجعت هناك تبقى بتنتحر وفي اللحظة دي بيشوفوا روجر ورجالته في الكاميرات وهم بيكسروا باب المخزن فبيطلبوا من بادي يهرب معاهم لكنه بيقول لهم أنه لازم يمحي البيانات بتاعته من على الكمبيوتر الأول وبيديها مفاتيح العربية وبيقول لها اتشغلها لحد ما يخلص وبعد كده بيدخل روجر ورجالته للمكان ووقتها روجر بيسأل بادي عن مكانها ولما بيرفض يقول له بيدربوا بالنار وبيقتلوا وهنا بتخرج ميل مع توماس من المكان وبيركبوا العربية وبيهربوا فبيطردهم روجر ورجالته لكن عربيتهم بتغرس في الطين فما بيقدروش يحصلوهم وفي نفس اللحظة بيوصل داريس والمساعدة بتاعته لشركة ليندا واللي بتتنرفس جدا لما بتشوفهم وبيسألها داريس عن علاقتها بالشركة الصينية فبترفض ترد عليه وبتقول له أنه عندها مؤتمر صحفي وبعدها بتتصل بصاحب الشركة الصينية وبتقول له أن الشرطة بتسألها عن علاقة شركتها بيهم وبتقول له أنها التزمت بالاتفاق اللي كان بينهم وسمحت لهم يزرعوا برنامج اختراق في نظام مسح بصمة الوجوه للعملة بتوع شركتها لكن لو الشركة ضغطت عليها تاني هتعترف بكل حاجة وهنا بيدخل روجر في المكالمة وبيقول لها أنها لو اتصلت بصاحب الشركة تاني أو هددته هيقتلها هي وعيالها أما ميل فبتكون منهارة وحسة بالذنب لأن بادي مات بسببها ووقتها توماس بيشغل كليفونه وبيكلم الزاب الدارس وبعد كده صحاب ميل بيكلموا توماس فيديو كول وبيطلبوا منه يمنعها من الرجوع لروتردام فبيتنرفز عليهم وبينهي الاتصال وبعدها بيوقف العربية وبيعرف ميل أن ما فيش حد هيقدر يساعدها غير الشرطة وبعدها بيقول لها أنه تصل بدارس فبتقرر ميل أنها تهرب وبعدها بيوصل الزاب الدارس مع قوة كبيرة من الشرطة وبيقبض على توماس وبيسأله على ميل فبيقوله أنها هربت فبيخلي رجالته يقبضوا عليه وأثناء كده بتروح ميل لشركة الشياومانج وبتدخل للقوضة اللي فيها جهاز الكمبيوتر الرئيسي وفي نفس الوقت بيكون توماس مع دارس في قسم الشرطة وهناك بيحاول يفهم دارس أن روجر قتل بادي وبعدها كان بيطردهم لكن دارس ما بيصدقه وفي اللحظة دي بيوصل تقرير لدارس وبيعرف منه أنه هم لقوا جثة بادي مقتول في المخزن اللي توماس ادي له عنوانه وهنا بيطلب دارس من توماس أنه يقوله على مكان ميل علشان يحميها وبعد كده بيدخل مجموعة من المستثمرين للأوتوبيس الذات الحركة ووقتها بتتاخد بصمة وشهم وبعدها ميل بتركب معاهم وباب الأوتوبيس بيتقفل وبتعرفهم أنهم هيكونوا أول ناس يجربوا الأوتوبيس وبتفهمهم أنه بيمشي في المصاري المحدد ليه من غير سواء وفي نفس الوقت بيقدر توماس يهرب من القسم بعد ما بياخد مفاتيح عربية بادي أما ميل فبتفتح اللابتوب علشان تاخد من عليه بصمة وشها ووقتها بتتفاجئ بروجر بيهددها بالسلاح وبيطلب منها طبط المفعول الشفرة اللي حطتها على البرنامج فبتتظاهر أنها بتعمل اللي طلبوا منها وبعدها بتقدر تهرب منه وبعد كده بتضربه فبيقع على الأرض وفي اللحظة دي بتهدده بمسدسه لكنه بيقدر ياخده منها وفي نفس الوقت بتوصل رجالة الشرطة للشركة وهنا بيتصل روجر برجالته وبيطلب منهم يخفو كل الأدلة ويوجهه مصاري الأوتوبيس للنهر وبعدها بيطيبد على ميل وروجر ولما بتطلب ميل من الضابط أنه يسمح لها تجيب دليل برائتها من على الكمبيوتر بيوافق ووقتها بيكتشفوا أن الأوتوبيس متوجه ناحية النهر فبتكلم ميل صحابها علشان يساعدوها توقف الأوتوبيس لكنها بتكتشف أن لازم حد يدخل الأوتوبيس علشان يوصل كابل التحكم اللي هيخليها تقدر توقف الأوتوبيس من عندها وهنا بيتصل توماس بيها من تليفون بادي فبتعرفوا الموقف وبتطلب منه يدخل الأوتوبيس ويوصل الكابل فبينفس كلامها وبيوقف عربيته قدام الأوتوبيس وبيقدر بعدها يدخل الأوتوبيس من فتحة السقف وبعدها بيوصل الكابل فبتقدر ميل أنها تنقذ الأوتوبيس من الوقوع في النهر قبل ما يوصل لحفة الجسر المتحرك بلحظات وبعدها بتقدر توصل لمسح وشاعة على البرنامج وبتثبت للظابط أن وشاعة تحط على جسم الراجل اللي ضرب النار وبعد يومين بنشوف ميل في كافيه ووقتها بيجيها إيميل من بدي بيقول لها فيه أنه مبرمج الإيميل داي وصلها لو ما فتحش إيميله لمدة 3 ايام وراء بعض ومعنى وصول الإيميل دا ليها أنه مات وبعد كده بيقول لها أنه سيبلها فلوس باسمها علشان تقدر تطور بيه شبكة طهر بيها العالم من المجرمين وتجردهم من فلوسهم الحرام وتديها لضحياهم وبعدها بتخرج ميل مع توماس وبيقرروا أن هم يكملوا حياتهم مع بعض وبكده بيكون خلص فيلم النهار دا لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة اليوتيوب ولصفحة الفيسبوك ولو بتحب الملخصات الكوميدية تابعوني على قناة وصفحة مروى القاضي